بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يحميكم ويحفظكم ونجيكم جمعة مباركة جيت نقول لكم غير جمعة مباركة بغيت نعطيكم واحد تحسين إن شاء الله باش تحسنوا نفوسكم تحسين عارفينو ولكن ما تنديروش به تحسين كين في كتاب التحسينات ولكن تنقروه مرة مرة ولكن ما تندوموش عليه باش نحمي نفوسنا من السحر والعين والحسد كيفاش غادي نحمي نفسي بالذكر وب الصلاة على الحبيب والصلاة الصلاة المفروضة ونستغفر وندكر الله ونقول هاد تحسين باش نحسن راسي كل صباح وكل مساء غادي نقوله ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في الليل تحسين من الإنس والجن إنسان اللي عنده أتباع من شياطين الإنس وعنده أتباع من الجن عنده ديما أمراض ديما حاس بأنه غير محصن عنده مشاكل مع مع أي شخص وخيف منه خيف لي أديه غادي يقول غير واحد واحد تحسين خطير إن شاء الله غادي تديروا به وغادي إن شاء الله غادي يحسنكم من كل أدا سبحان الله هاد تحسين يرد عنك العين والحسد وتوابع السحر ولو يكون سحر ولو يكون السحر التجديد سبحان الله السحر ترجع لملاه ترجع لصاحب السحر شنو هالذكر اللي خاصني نذكره الذكر معروف عندكم ديما تتقوله ولكن تتنسأه هو تحصين تحصين نفس أتقولي ثلاثة المرات دومي عليه كل صباح دومي عليه كل مساء دومي عليه في كل وقت أنه تحصين رائع جربوه الناس والناس بغاو يقاديهم بالسحر وفعلا تأدوهما رجع لهم السحر هما أرجع لهم لأنهم محصنين بهالذكر وبهالتحصين شنو هالتحصين اللي غاد نديرو ثلاثة المرات في الصباح ثلاثة المرات في الليل نقدر نديروه حتى في وسط النهار نكون ناجه لسوتا نقراه كان عدو أمامي نقراه كنت غادى عند عدوه نقوله كنت وسط أعداء أو صحرا نقوله إذن تحصين هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا التحصين يرد عنك العين والحسد والسحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم غادي نقوله ثلاث مرات بحالة نقل شج مرات غادي نضيف ثلاث مرات بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدق الله العظيم إن شاء الله غادي نقوله ثلاث مرات إن شاء الله بحول الله وقوتي هذا ليس قرآن ولكن تحصين إن شاء الله اسم الله الأعظم فيه بسم الله بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم إن شاء الله بكلمة من القرآن الكريم نحصن نفسي نحصن نفسي بفاتح الكتاب نحصن نرصي بصورة الفلق نحصن نرصي بصورة الناس هذو كلهم تحصينات طيب آية الكرسي من أخطر التحصينات هي آية الكرسي سبع مرات كل صباح كان عندي عدو في العمل نحصن نفسي بهذو بآية الكرسي من أعظم الآيات للتحصين إذن حبابي حاولوا تحصنوا نفسكم بهذا هاتشي اللي أعطيتكم لأنه من أرواع ما يكون في التحصينات وجربوهم الناس ولقوا أنهم ما تيصيبهم حتى حاجة دي ما حصني راسك وما غادي يصيبك حتى حاجة ما غادي يصيبك لا حسد ولا عيد ولا حتى حاجة ناس تدروا الأسباب والأسباب بيادي الله ولكن لحظة أنت نفسك بحالة بحالة حميتي نفسك من أي حاجة حميتي نفسك من شياطين الإنس والجن حميتي نفسك من الأمور اللي جاية جاية غادي تدرك أو غادي تدرك إذن أحبابي في الله خوفي على أحبابي خوفي على متابعيني وعلى المسلمين والمسلمات كل شيء في كتاب الله كل شيء في الدعاء كل شيء بالتحصين كل شيء بالوصايا دي الرسول عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم حاولوا أنكم تحصنوا نفسكم بزاف الوصفات أو بزاف الصيغات لكينين لأن الناس غافلين على بزاف ويج تكون عندهم السبب داخل المنزل ديالهم ولكن تيتوهوا عليه إذن أحبابي جمعة مباركة تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير جيت غير نبارك لكم الجمعة ونقول لكم جمعة مباركة وإلى وصفة أخرى إذا كان الفيديو سهل لايك خلوا لي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته